أسمع هذا الفيديو وقال لك بدأت الأوراق تسقط على المدربين وبقى غير كيروش معناتها أصلا الأسماء كانت مذكورة فقط وكانت مكانة حتى اتصالات كانوا يكذبوا علينا بارك الله أعلم بن شيخ يعني من مصادرنا الخاصة بلغنا أن الناخب الوطني الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري فاي دالي روزيتش غير متحمس لقيادة الجزائر في المرحلة المقبلة إذن بعد سقوط ورقة رينار ثم تقريبا الآن سقوط ورقة فاي دالي روزيتش يبقى الاسم بيت كوفيتش أيضا مدرب سابق المنتخب سويسلي نعم لكن الورقة الأقوى الآن هو المدرب البورتغالي كارلوس كيروش الذي قادمه آخر المنتخب المسر أكيد حاجة بين الأخبار الغير ثارة أضروكا وهذا المولئ حتى تسرمنا كم راح تجيبوها على لسان الهدف لأنه الواحد أضروكا تجمعات البيزنس أو البيزنس اتحادية وما يدور به أصلا أصلا مشكوك في أمر حكاية هذه حكاية خمس مدربين وبعد في الأخر يبقى غير كيروش واحده وبعد يقول لك درنا لجنة من خمسة راح تنتقينا المدرب والمدربين أصلا مكانش من مدربين بغير هادر عبرك أصلا مشكوك باللي كينصح تواصل مع أصلا آلي روزيتش من أول يوم قال لهم من جيش وبعد يحسبوه ويحسبوه ربعة وحد وخنين وبعد في الأخر سباق الآلاني بينسحبوا ربعة يبقى واحد اللي هم أحبين يجيبوه من أول يوم لهوا كيروش لأنها الحلقة الأضعف والشخصية الأضعف اللي يقدروا يديروا رأيهم في حضوره هو درك من نوجاي استنوا كل شي يجيكم على لسان الهدام هذه لأنها صائية درك رايولات من تاعهم هم اللي جابوا المدرب هم اللي داروا كل شي رامر يقلاوها يسمى خدموها عند جيبناك من خمس مدرد أنا لغاثت نغاثني غير اللجنة يديروا وهذه تعربة سعدان الجماعة يرح تأكل دراهم من هنا بدأت أكل الله يعني خرجه دراهم يأكلوا دراهم وبعد يقول لك أن ننتقوا وستنتقوا ربعا من سحبوا يبقى واحد هم منق يروحوا هذا وش من دراهم أبك يدعو علاقة الخمسين خمسين ولا ستين ستين مليون الواحد رب يجيب الخير لهذا البلاد اشتركوا في القناة